عنوان لا تفسد السؤال التالي ما هو وكيف يكون هذا الإفساد الذي يعم الأرض كلها وما هو تفسير العلو الكبير الذي يعلوه بني إسرائيل على أمم الأرض كلها المفسرون كما رأيت انصرفت أذهانهم إلى الإفساد والعلو الكبير بالمعنى المادي القتل والتخريب والبغي وتسلط والتجبر والطغيان وفهمهم للإفساد والعلو الكبير على هذا النحو هو ما أصمت الآيات وأغلقها ولو فطنوا إلى تفسير الإفساد والعلو الكبير بالمعنى العقائدي لصارت الآيات ينبوعا يتدفق بالمعاني والإخبارات والدلالات ولم فتحت على تاريخ العالم وسيرة البشرية كلها لكي تعرف ما هو الإفساد الذي يعم الأرض كلها ولا تنجو بغعة فيها منه لا بد أولا أن تعرف ما هو الفساد أو الإفساد أصلا في لسان العرب لابن منظور يقول الفساد نقيد الصلاح والمفسدة خلاف المصلحة والاستفساد خلاف الاستصلاح وفي القاموس المحيط للفيروز أبادي فسد يفسد فسادا وفسودا ضد صلح والمفسدة ضد المصلحة واستفسد ضد استصلح وفي تاج العروس لمرتد الزبيدي فسد ضد صلحة وقيل فسد الشيء بطلة وضمحلة ويكون بمعنى تغير وفي المعجم الوسيط الذي قام عليه مجمع اللغة العربية برئاسة الدكتور شوقي ضيف فسد اللحم واللبن أنتنى أو عطب وفسد الرجل جاوز الصواب والحكمة وفسدت الأمور اضطربت وأدركها الخلل وأفسد الشيء جعله فاسدا وكما ترى أئمة اللغة وأساطين العربية يعرفون الفساد تعريفا واحدا يتفقون عليه ولا اختلاف بينهم فيه وهو أن الفساد نقيد الصلاح والإفساد نقيد الإصلاح وهو ما تعرف منه أن الصلاح هو الأصل وأنه إذا قيل حدث فساد أو إفساد فهو يعني تلقائيا وبالضرورة أن هذا الفساد والإفساد كان مسبوقا بصلاح أو إصلاح فإذا صرحت أن اللحم أو اللبن فسد وأنتن فإنك تعني في الوقت نفسه ومن غير حاجة إلى تصريح أنه كان قبل هذا الفساد والإنتان صالحا وإذا أخبرك أحد أن الأمور فسدت واضطربت فإنك ستفهم من غير أن تكون في حاجة إلى أن يخبرك أن الأمور كانت قبل فسادها والطرابها صالحة ومستقرة ومن هنا تفهم أن كل دورة إفساد لبني إسرائيل تبدأ من بعد صلاح أو إصلاح أي من بعد وحي ورسالة من الله عز وجل لإصلاح عالم البشر وإعادة البشرية إلى الحق ثم تبدأ دورة إفساد بني إسرائيل وتربو وتزيد وتتوسع حتى تعم الأرض كلها وها هنا تفهم لماذا سبق عز وجل ذكر دورتي الإفساد بذكر الكتاب الذي أنزل على موسى ليكون هدى لبني إسرائيل في قوله تعالى في سورة الإسراء وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلها فإن زال الكتاب على موسى عليه السلام وهداية بني إسرائيل إليه وتكوين أمة الوحي منهم به هو الإصلاح الذي سبق دورة الإفساد الأولى فإذا فهمت ذلك وعرفت صلة الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام بالإفساد المذكور بعده فسوف تدرك وحدك معنى هذا الإفساد والمقصود به إفساد بني إسرائيل في آيات سورة الإسراء ليس القتل والتخريب والبغي كما فهم المفسرون بل هو في المرة الأولى كتم الكتاب الذي أنزل عليهم وإخفاؤه وتحريف الوحي وبث التحريف في البشر وإضلالهم به بدلا من هدايتهم بالوحي حتى إذا اكتمل إفسادهم وعم التحريف وآثاره الأرض كلها ولم تعد بقعة فيها بمنأ عنه بعث الله عز وجل عباده بالوحي والرسالة لا لمجرد التنكيل ببني إسرائيل بل ليعيد الصلاح ويغسل الأرض بالوحي من إفساد بني إسرائيل ويقيم أمة الوحي التي تعيد تكوين وعي البشر وأذهانهم ونفوسهم وإصلاح حياتهم ومجتمعاتهم بالرسالة من جديد وهذا هو الإصلاح الذي تبدأ من عنده دورة الإفساد الثانية وما ينبغي أن تعلمه لكي ينير لك طريق وتفهم ماذا تكون دورة الإفساد الثانية والإصلاح الذي يكون بعدها أن الفساد والإفساد ليس الذنوب والخطايا والآثام ولا مخالفة الأحكام ولا وجود الأباطيل والضلالات في العالم الفساد اختفاء الميزان الذي يعرف به الصواب من الخطأ والإفساد تمس المعيار الذي يميز به الحق والباطل الفساد والإفساد فقد الأمة التي يتجلى فيها الوحي وتترجمه في واقعها واجتماعها وتكون بها خريطة الوجود الإلهية حياة حية ويكون بها المعيار مرفوعا والميزان منصوبا دورة الإفساد الثانية هي مصارعة بني إسرائيل للوحي والرسالة في وعي البشر وأذهانهم ونفوسهم لكي تحل خريطتهم للوجود محلها ومصارعتهم للوحي والرسالة في عالم البشر لكي يزيحوا مفتاح تصنيف الإلهي للبشر بمفتاحهم وكفاحهم الشاق الدؤوب من أجل تغييب الموازين وإزالة المعايير من اجتماع البشر وأخلاقهم وعلومهم وآدابهم وفنونهم وذروة هذه الذروة أن تصل الموجات التحريف وخريطة الوجود البني إسرائيلية إلى الأمة التي أزالت الإفساد الأول وتستوطن عبر السياسات والقوانين والعلوم والآداب والفنون وعيها فتختفي منها الموازين وتضيع المعايير وتحل محلها معياراً للصواب أو الخطأ أهواء الأشخاص عواماً وعلماءاً وحكاماً وأن تترك أمة الوحي مفتاح تصنيف الإلهي فتنحل ليعاد تكوينها وتركيبها بمفتاح التصنيف البني إسرائيلي فتحل الدولة ومن يحكمونها محل الإله وتصير هذه الدول التي أقيمت بالتزوير والتحريف ومن يقومون عليها نقيضاً لوحي الإله ووجوده ينقض وجودها ووجودهم ومعاييره وموازينه خطراً ذاهماً يتهددها ويتهددهم فتكون رسالتهم وما يحفظ وجودهم وسلطانهم ودولهم وعالمهم المزور غياب الوحي وتغيب معاييره وموازينه عن شعوبهم من الإعلام والتعليم والسياسات والقوانين والمغنواتية والفنانين والأدباتية والمثقفين وأجهزة الأمن والجيوش التي هي للتشريفة والعرض فقط ملاحظة في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في القاهرة سنة 2000 في أعقاب دخول رئيس وزراء إسرائيل أريال شارون المسجد الأقصى واندلاع انتفاضة الأقصى سئل رئيس اليمن علي عبدالله صالح في مؤتمر صحفي لماذا لا تتوحد الجيوش العربية وتقوم بتحرير المسجد الأقصى؟ فكان رده الجيوش العربية لم تصمم من أجل الحروب والقتال فهي جيوش لتشريفة والعرض فقط وفي يوم التاسع عشر من يونيو سنة 1973 أرسلت السفارة البريطانية في القاهرة رسالة إلى وزارة الخارجية في لندن تقترح فيها شروطا لعقد صفقات توريد السلاح للدول العربية وكان أحد هذه الشروط ضمان عدم استخدام هذا السلاح ضد إسرائيل وبعد أن وضعت حرب أكتوبر سنة 1973 أوزارها نشرت مجلة الإيكانمست البريطانية تقريرا عن استراتيجية الغرب الجديدة بخصوص إمداد بلاد العرب بالسلاح بعد الحرب قالت فيه إن هذه الاستراتيجية سوف تتجه نحو تزويد جيوش بلاليسستان بالسلاح الذي يمكن دولها وحكوماتها من السيطرة على شعوبها دون أن يرتقي إلى أن يكون خطرا على إسرائيل أو تهديدا لأمنها نعود للسياق وأما أنضى وسائلهم في تغييب الوحي وأسفاه فبعض المشايخ وتحريف الدين فمن دافع عن الوحي ومعاييره وموزينه أباح دمه وصار عندهم من الخوارج على دولة التي حد حدودها وأغضع فواصلها وأرسى أصولها وأسس قواعدها ورسم ملامحها فعلا اليهود والماسون في غلاف من الغرب الذي يستوطنون وعيه ويركبون ظهره وفي غلاف من حكامها ونخبها الذين يستوطنوا هذا الغرب وهؤلاء اليهود والماسون وعيهم واليهود والماسون أقاموا هذه الدول مغلفين في الأغلفة التي علمت بمفتاح تصنيف البني إسرائيلي وأقاموها على عقد روسو الاجتماعي ودينه المدني الذي أتى به من خريطة الوجود البني إسرائيلية ومن دافع من هؤلاء المشايخ عن الدولة وسياساتها وقوانينها وجيشها لدفع الضرر ودرء المفسدة والفتنة إن كان ذاوعي وبصر أو لأنه ممن يطمح إلى المناصب وتصدر المجالس ويحب الأضواء والكاميرات ويهفو إلى الظهور في الصحف والشاشات أو لأن الدولة وجيشها عنده هي الحق وميزان الصواب والخطأ ومعيار الحق والباطل لأنه هو نفسه ممن ولد في عالم التحريف وتكون وعيه به وبخريطته للوجود وموازينه ومفتاح تصنيفه كان مشتركاً أدرك ذلك أو لم يدرك في تغييب الوحي وترسيخ التحريف ولكن لأن الوحي الخاتم باقي محفوظ ومعصوم من التحريف والمعايير والموازين فيه مصونة من التبديل وتغيير وهو بحفظه وعصمته وصونه ونقاء مصدره الإلهي فوق الدول وأبقى من سياستها وسياساتها وقوانينها وأقوى من أجهزة أمنها وجيوشها تعود أمة الوحي إلى الوحي والرسالة ويبعثها عز وجل من جديد لا لمجرد عقاب بني إسرائيل بل يعيد الصلاح ويغسل الأرض بالوحي من إفساد بني إسرائيل مرة أخرى ويعيد تكوين وعي البشر وأذهانهم ونفوسهم وإصلاح حياتهم ومجتمعاتهم بالرسالة كما فعلوا أول مرة آيات سورة الإسراء تخبرك عن إفسادين ولأن الإفساد لا يكون إلا بعد صلاح فهي تخبرك تلقائياً كما علمت عن ثلاثة إصلاحات الإصلاح الأول الذي يسبق دورة الإفساد الأولى وتبدأ من بعده والإصلاح الثاني الذي يزيل الإفساد الأول وتبدأ من بعده دورة الإفساد الثانية والإصلاح الثالث يزيل الإفساد الثاني ولتعلن علوا كبيراً لو كان المقصود بالعلو الكبير لبني إسرائيل الطغيان والتجبر أو تحكم في الأرض أو تكوين الدولة أو الجيوش وحيازة الأسلحة لكان هناك من الأمم والشعوب والإمبراطوريات من هو أولى بالذكر منهم لكي تكون العبرة والعظة بما آل إليه أكبر فبني إسرائيل عبر تاريخ كله كما تعرف لم تكن لهم إمبراطورية مهابة شديدة البأس كالإمبراطورية المصرية القديمة ولا واسعة وعتية كالإمبراطورية الرومانية ولا في سطوة بريطانيا العظمى إبان أن كانت إمبراطورية لا تغرب عنها الشمس ولا في قوة الولايات المتحدة الأمريكية وضخامة جيوشها وعتادها وما تملكه من أسلحة تقليدية ونووية ومع ذلك فالله عز وجل لم يسجل العلو الكبير في كتابه وبيانه إلى خلقه إلا لبني إسرائيل فلم يصف عز وجل فئة ولا قوما ولا أمة بالعلو الكبير سوى بني إسرائيل ولم يصف أحدا بالعلو أصلا بعد بني إسرائيل سوى فرعون في قوله تعالى إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة سورة القصص وقوله تعالى ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين والعلو الذي وصف به عز وجل فرعون ليس العلو المادي كما قد يتبادر لذهنك لأول مرة فكم شاهد التاريخ من جبابرة وطغاه وأباطرة وقياصرة ولم يسجل لهم عز وجل هذا الوصف بالعلو علو فرعون هنا ليس مجرد العلو المادي الطغيان والتجبر والسلطة والسطوة والظلم بل علوه العقائدي وحلوله في أذهان رعاياه في البلاد التي يحكمها وتحويها مملكته محل الإله مصدرا للخير والشر وفيصلا بين الصواب والخطأ ومنبعا للأخلاق والقيم علو فرعون في الأرض تفسيره في قوله تعالى على لسان فرعون نفسه وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري سورة القصص وفي قوله تعالى عن فرعون هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى سورة النازعات علو فرعون هو أنه جعل نفسه الرب الأعلى وحل في أذهان رعاياه هذا المحل فتفهم من وصف بني إسرائيل وحدهم بالعلو الكبير أمرين الأول أن علو بني إسرائيل فوق علو كل مالك الأرض وإمبراطورياتها في كل العصور بل إن علو بني إسرائيل في الأرض كلها عند دروة دورة الإفساد يفوق علو فرعون في مملكته وما بلغه من منزلة في وعي راعياه والثاني أن هذا العلو ميزانه ومقياسه ومداره ليس القوة والبأس المادي بل شيء آخر لم تمتلكه هذه الإمبراطوريات والممالك ولم يصل إليه فرعون وهذا الشيء الآخر هو الصطوة على وعي البشر وامتلاك عقولهم والسيطرة على أذهانهم ونفوسهم ومن ثم أتحكم في كل ما يتكون داخل هذا الوعي وما تنتجه هذه العقول والأذهان والنفوس فإذا كنت قد علمت أن إفساد بني إسرائيل في الأرض هو عملهم على إزاحة وحي الإله ومعاييره وموازينه وإزالة خريطته للوجود ومفتاح تصنيفه من وعي البشر وأذهانهم ونفوسهم فاعلم أن علوهم الكبير هو تمكنهم من ذلك وحلولهم وخريطتهم ومفتاحهم محل وحي الإله في أذهان البشر واستيطانهم لوعيهم مصدرا مطلقا للمعرفة وإدراك الوجود وفهم الحياة وبناء المجتمعات علو بني إسرائيل الكبير هو أن يحل مفتاح تصنيفهم لأمم البشر والشعوب المفتاح العرقي الدموي القومي السلالي محل مفتاح تصنيف الإله للبشر ألا وهو العقائد ومسألة الألوهية واليوم الآخر وأن تفكك أمة الوحي إلى دول يفصل بينها ويحد حدودها ويحرك جيوشها ويحكم من يحكمونها مفتاح تصنيف بني إسرائيل فتصير كلها أمتا بني إسرائيل ومحضنا لدولتهم علو بني إسرائيل في الأرض الكبير هو حلول خريطة الوجود البني إسرائيلية في أذهان البشر شرقا وغربا محل خريطة الوجود الإلهية وصنعها وتحكمها في كل ما يصدر عنهم من أفكار ومعارف ومناهج وعلوم وآداب وفنون وأخلاق وقيم ونظم وقوانين علو بني إسرائيل في الأرض الكبير هو أن تصير أفكارهم المنظار الذي يرى به البشر والميزان الذي يزنون به والمعيار الذي يتحاكمون إليه والقواعد التي يخضعون طوعا لها والضوابط التي يلتزمون من تلقاء أنفسهم بها وأن يرى الناس التاريخ وترى كل أمة تاريخها كما يريد لهم بني إسرائيل أن يروه وأن يفهموا الحاضرة كما أرادوا لهم أن يفهموه وأن يستشرفوا المستقبل حيث أرادوا لهم أن يستشرفوه وأن يقيموا دولهم ويكونوا مجتمعاتهم ويضبطوا علاقاتهم ويحكموا على القيم والأخلاق ويحددوا الصواب والخطأ بما يبتكره بني إسرائيل ومن يستوطن بني إسرائيل وعيهم ونفوسهم وبما يدسونه في العلوم والمناهج من معايير مزورة وموازين محرفة يقول فضيلة الشيخ عبد المعز عبد السطار في تفسير علو بني إسرائيل الكبير في المرة الثانية إنهم أمدوا بثلاثة أشياء أولها أموال تتدفق عليهم من أقطار الأرض ثانياً بنين مهاجرين ومقاتلين ينتخبون لحماسهم وصلاحيتهم لبناء دولتهم ثالثاً كثرة الناصر لهم والنافر لدولتهم ولقد اتفق الشرق والغرب ولم يتفقوا يوماً على إنشاء إسرائيل المصدر كتاب بني إسرائيل في الكتاب والسنة إفساد بني إسرائيل وعلوهم في الأرض الكبير ليس دولة إسرائيل وما تمتلكه من جيش وسلاح كما فهم الشيخ عبد المعز عبد السطار وشيخ الشعراوي علو بني إسرائيل الكبير هو العالم كله وبلاد العرب كلها كما تراه وتراها في زمنك هذا بمعماره القومي ومعمارها وخريطته وخريطتها ودوله ودولها ونخبه ونخبها وجيوشه وجيوشها وعلومه وعلومها وآدابه وآدابها وفنونه وفنونها